في العصور القديمة كان السحر بيدعوا ان هم بيعرفوا يقرأوا الافكار كان الساحر من دول يقف قدامك ويبص في عينيك ويقولك انت بتفكر في ايه دلوقتي لا وكمان ممكن يقولك بعض المعلومات الخاصة جدا اللي معظم الناس اللي حواليك مش عارفينها بالرغم ان الموضوع معظم مخفة يد وخدع زهنية الا انه رجع في وقتنا الحالي بشكل مختلف شوية من غير لسح ولا شعوازة ازاي ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة من برنامج شباب شو معاكم ندا علاء وفقرة انا بيش قبل ما ابدأ حلقة النهاردة حابة اقولكم معنا كلمة انا بيش عشان اتسألت السؤال ده كتير جدا انا بيش جاية من فعل نبشة اينبش عن الشيء نبش وفقرتنا هنبش عن المعلومات الخفية ونقولها لكم في فقرة انا بيش سؤال فقرة النهاردة هو ازاي الفيسبوك بيعرف انا بفكر في ايه وبتكلم في ايه ويقولهولي او يعرضهولي في سورة اعلانات الحقيقة ان معظم طبقات التواصل الاجتماعي بتستخدم قليات معينة علشان تجمع بيانات خاصة بمستخدمينها ومن اهم الطبقات دي هو تطبيق الفيسبوك اللي بيجمع معلومات عنك كانت كواحد من مستخدمينه وعن طريق المعلومات دي بيعرف انت هيعرض لك ايه بالزبط طيب بيجمع المعلومات دي ازاي اقولك يا سيدي اول حاجة ممكن يعرض لك بيها المعلومات او يجمعها منك عن طريق الشات يعني انت مثلا قاعد مع واحد صاحبك او بتتكلم واحد صاحبك على الشات وبتقوله ان انتو ايه رأيكو يلا نروح بينا السينما النهاردة فيقولك سينما هو في افلام ايه معروضة النهاردة في السينما فتقوله ده في فيلم كذا في السينما وموعيد السينما كذا ايا ان كان الحوار هتلاقي ان كلمة سينما اتعرضي كتير جدا ما بينكو في الشات فيعتبر الفيسبوك بياخدها ككلمة مفتاحية وبيبتدي يعرف ان انت مهتم بالسينما او عايز تروح السينما فيعرضها لك في سورة اعلانات مش بس كمان عن طريق الشات لا ده كمان ممكن عن طريق البوستات اللي انت بتشوفها يعني ايه يعني انت بطبيعتك بتقعد تقلب على الفيسبوك كتير جدا بيستوقفك منشور معين او بوست معين بتفضل تقرأ فيه وتعرف المعلومات لانه شدك او المحتوى اللي فيه شدك بمعنى اصح فبتبتدي ان انت تتفاعل معاه وتدوس كمان تعليقات ويا اما كمان تدوس love او sad او angry من خلال الحاجات دي الفيسبوك بيعرف اذا كنت بتحب الحاجات دي او بتكرهها فبيعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه هتيجي وتقول لي دلوقتي طب انا واحد ممكن اكون حضب تليفون على جنب واصلا مش بفتح الفيسبوك وكن بتكلم مع حد جنبي في حاجة وبعدها هفتح الفيسبوك الا ايه بيقول لي او بيعرضي اعلان عن الحاجة اللي انا كنت لسه بتكلم فيها عرف بقى ازاي ان انا كنت بتكلم في الحاجة دي سهلة يا سيدي عن طريق المايكروفون بتاع التليفون بتاعك عن طريق المايكروفون بيقدر ان هو ياخد الكلمة اللي انت بتكررها كتير ككلمة مفتحية وبيعرضها لك في صورة اعلان مش بس المايكروفون كمان عن طريق الموقع او اللوكيشن بتاعك الموقع بيعتهر اداة مهمة جدا الفيسبوك عشان يجمع معلومات عنك عن طريق الموقع يقدر الفيسبوك يقول لك انت ساكن فين كمان يعرف مكان شغلك فين وكمان يبقى عارف انت بتحب الاماكن اللي تروحها فين بالضبط وايه قرب مكان ليك والكلام ده كله فيجمع بيانات خاصة بيك ويقدر من خلالها ان هو يعرض لك اعلانات خاصة بالموضوع ده سواء قريبة من المكان دوت نفسه او المحتوى اللي في المكان اللي حواليك ايا ان كان عايز اقول كمان نقطة مهمة بخصوص الموقع ودي اللي هاختم بيها الفقرة بتاعتي النقطة دي بتتكلم عن حوار التليجرام اللي ترع تراند من يومين ايه موضوع حوار التليجرام ده حوار التليجرام بيقولك ان مثلا انت تبقى قاعد في مواصلات او ايا ان كان ماشي في اي حتة في الشارع جنبك مثلا الناس وكده تبقى انت واحد متعرفوش جنبك في نفس اللوكيشن فبالتالي التليجرام بياخدها كنوع من انواع ان هو انتو الاثنين في نفس اللوكيشن فيعرض لك كاقتراح ليه ويعرضه كاقتراح ليه ايا ان كان فبيقدر الشخص اللي اصادك او اللي انت متعرفوش يبقى مع رقم تليفونك ويقدر كمان يبقى يتواصل معاك عن طريق الشات في التليجرام ده ميزة اعمالها التليجرام جديدة فيه ناس حبتها وفيه ناس اعتبرتها اختراق لخصوصيتها لو انت واحد من الناس اللي اعتبروها اختراق لخصوصيتهم سهل جدا ان انت تلغيها تلغيها ازاي عن طريق الاعدادات بتاعت التليفون بتاعك هتخش على الموقع الجغرافي للتليفون وتحدد الطبيقات اللي مسموح لها انها تخش او توافق على الموقع الجغرافي او تستخدمه بمعنى اصح ليك فبالتالي ما فيش اي اختراق لخصيتك والله عايزها تاخد الموقع الجغرافي بتاعك ما فيش مشكلة مش عايزها برضو ما فيش مشكلة كمان اخر برنامج معنا او حاجة عايزة وعرضها لكم هم برنامجين ممكن تنزلهم من جوجل بلاي اسمهم مايك بلوك وكمان كاميرا بلوك البرنامجين دول من خلالهم تقدر ان انت تمنع الفيسبوك من هو يستخدم الكاميرا او المايكروفون بتاعك في اي حاجة ليه علاقة بيك يعني ما يقدرش ياخد منك معلومات عن طريق المايكروفون او حتى ياخد معلومات عن طريق الكاميرا وبكده تكون حامية نفسك من الاختراق او من اختراق خصوصيتك بمعنى اصح دي كانت معلومات النهاردة من انابيش لو انت عندك سؤال معين حابب نجاوبلك عليه فقر من فقرات انابيش ابعتهن على صفحة ببنامج شباب شو واحنا هنجاوبهولك في فقرة انابيش الجاية فقرة انابيش خلصت صحيح ولكن لسه حلقة شباب شو ما خلصتش تابعونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة